أهلا شيء لإيطالي لما يقول لابتزرية يعني محل البيتزا محل البيتزا اسمه أي تاني؟ لابتزرية لابتزرية شكرا معادل بعد ستة أسابيع من الإغلاق وأعلان إيطاليا عزمها تخاذ تدابير جديدة في الرابع من مايو المقبل تم السماح باستئناف عمل الحانات والمطاعم واقتصار خدماتها على التوصيل فقط نتابع على أحر من الجمر وبعد طول انتظار عاد الإيطاليون إلى صنع وجبتهم التقليدية الشعبية ودبت الحياة مجددا في مطاعم البيتزا في مدينة نابولي موطن البيتزا الأصلية لتصنع فطائرها الساخنة مع بارقة أمل في عودة الحياة إلى سابق عهدها وعلى الرغم من غياب الزبائن في الداخل فالإجراءات الاحترازية تقضي ارتداء الكمامات الواقية والقفازات من المؤكد أن إعادة التشغيل الصغيرة للرواد الأعمال مهمة لنا ولمنطقتنا ولمدينتنا يأتي افتتاح مطاعم البيتزا التقليدية في نابولي فقط مع اعتراض العديد من مطاعم البيتزا الشهيرة عالميا خوفا من إغلاق دائم بسبب الخسائر المالية كان فتح مطاعم البيتزا أمر بالغ الأهمية لأن هذا يمكن أن يحرك اقتصادنا الصغير قليلا حاكم منطقة كامبانيا التي تضم نابولي رفع الحضرة على خدمة التوصيل المنزلي للحانات والمعجنات ومحلات الأيس كريم اعتبارا من السابع والعشرين من إبريل ويمكن للعملاء الطلب فقط عبر الهاتف ويجب إغلاق جميع الشركات عند العشرة مساء كنت سعيدا جدا بإعادة الفتح لأن ستة أسابيع من الحجر الصحي كانت صعبة للغاية ومن المتوقع إعادة فتح الأنشطة الصناعية المختلفة والحضائق العامة اعتبارا من الرابع من مايو حيث ينخفض انتشار الفيروس تدريجيا في إيطاليا